معنا الزميل العزيز فاروق صلاح عشان يقول لنا التفاصيل فاروق صباح الفل عليك انا مش حسألك انا عايزك انت اللي تقول لنا كل جبيرة وصغيرة بتحصل شمل الحالة المعنوية للعيبة والجهاز الفني تفضل طبعا صباح الفل يا كريم صباح الفل يا نهواند وصباح الفل على كل جبهير الناد الاهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الاهلي بتوقيت القاهرة التساع صباحا بتوقيت المغرب طبعا يا كريم انا عايز اخد المشهد من كلامك وكلام نهواند على الامس ومباراة نهاية دوري ابطال اوروبا اللقاء اللي جامع ما بين ريال مدريد وليفربول يعني الامس تقدر تقول يعني اللعيبة كلها كانت طبعا بتتابعة هذه المباراة اللي رفعت كتير جدا من الدافع النفسية عند اللاعبين الغالبية العظمة طبعا من لعاب الناد الاهلي والجهاز الفني كانت طبعا متعاطفة مع الفريق ليفربول بينما المستر ميشيل يانكون طبعا يعني كان متعاطف طبعا مع ريال مدريد طبعا تعطفا مع تيبو كورتوة الحارس البلجيكي وكان في قمة ساعاته لمستوى تيبو كورتوة أيضا يعني كان موجود معه طبعا أليو ديانج من المحبين ريال مدريد ومن المشجعين ريال مدريد والمناسبة على هذا الكلام يا كريم ويا نهواند طبعا القاعدة بتقول ان النهايات تكسب ولا تلعب وده اللي احنا شفناه بالامس ميستر بيتسو مسلماني كان لي حديث معاه قبل المباراة اليوم انت هتشجع ريال مدريد ولا ليفربول قال لي انا من المشجعين ريال مدريد ولكن النهاردة انا متعاطف وبساند طبعا محمد صلاح وساد يوماني من اجل القرى الافريقية اروح معكم بقى لاخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمباراة الغد ان شاء الله المباراة لهاكون في تمام التاسعة بتوقيت القيرة الثامنة بتوقيت المغرب امور كتير جدا مهمة في هذه الاستعدادات النادي الاهلي وطبعا دور جمهور النادي الاهلي زي ما انت قلتو لكن خليني يبدأ انه يعني خلال دقائق هيتم اجراء المسحة الطبية المحددة من قبل البرتوكول الطبي للاتحاد الافريقي لكرة القدم عقب المسحة الطبية اللي هيتم اجراءها للعبين يكون هناك الاجتماع الفني اللي هيتم من خلاله تحديد اكثر من امر فيه بعض طبعا الممنوعات اللي هيتم التأكيد عليها والتجديد عليها من قبل مسؤول الكاف كان ابرزها طبعا اللي لمستناها في الفترة الاخيرة ان هم شددوا على عدم وجود الشماريخ عدم وجود استخدام الليزر عدم انقاء الزجاجات دي امور طبعا هيتم التأكيد عليها من قبل مسؤول الكاف مع مسؤول النادي الوداد والمنصق العام للمبرأة ونقدر نحسم امر تم حسمه من خلال ايام الماضية ان ظهور النادي الاهلي هيكون بالزي الرسمي للنادي الاهلي وهو الرداء الاحمر طبقا للقرعة اللي تم اجراءها وان النادي الاهلي اصبح الفريق رقم ايه في ارض الملعب فاذا النادي الاهلي هيكون بالزي الرسمي عقب الاجتماع الفني هيكون في المؤتمر الصحفي لكلا الجهازين الفنين سواء مستر بيتسو موسماني المدير الفني للنادي الاهلي او وليد الرجراجي المدير الفني لنادي الوداد عقب طبعا الاجتماع الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي هيكون في وجبة الغداء للعاب النادي الاهلي في تمام الساعة الثانية والنصف ثم محاضرة لمستر بيتسو موسماني ثم التوجه إلى مركب محمد الخامس لإجراء التدريب الرئيسي للنادلالي على مركب محمد الخامس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب اللي هو نفس توقيت المباراة لو هنتكلم بأمير يا كريم على الفترة الماضية وعلى استعدادات الفريق حالة معنوية كبيرة جدا للعبين نهواند اتفاع الروح المعنوية طبعا بالنسبة للعبين وتوافد جماهير النادل الاهلي من كل مكان موصل رسالة للعبين احنا في ظهركم احنا معاكم بالنسبة لمشاجع اللي انت قلت عليه يعني انتكلم عليه كريم وتكلمت عليه نهواند المشاجع ده قادم من النرويج والواحد واقف في الاستاد طبعا زي ما اتكلم ودي الكلمة او يعني الشعار اللي بنقول عليه انا الاهلي اللي رب وعلم بكلمة حب مسموعة لوحد واقف في الاستاد بيشجع بيكلم بيقازر كابتن محمود الخطيب اصر ان هو يعني يروح للمشاجع لحد عنده ويقول له انا بشكرك على يعني على تشجيعك وبشكرك انك لوحدك موجود في الاستاد ودي تذكارة الحضور اللقاء كلف الكابتن سامير عدلي باهداء هذا المشاجع تذكارة الحضور المباراة ايضا الكابتن محمود الخطيب كرم واحد من المشاجعين اللي كان موجود خارج الاستاد رافع على مصر بيحي جمهورية مصر العربية طبعا طبعا يا نهواند عرفت دور الوطني للنادي الاهلي المشاجع كان بيحي بيشجع مصر وبيشجع للنادي الاهلي اصر الكابتن محمود الخطيب على حضوره الى المقر اقامة واهداء قميص للنادي الاهلي زي ما انت قلت يا نهواند النقطة المهمة ان جماهير النادي الاهلي عاملة لوحة جميلة جدا في توافدها في مسندتها في مؤذرتها نتمنى ان شاء الله انها تكتمل على ارض الملعب ان شاء الله في التسعين دي امام فريق الوداد وان شاء الله تكون مباراة موفقة باذن الله وفريق النادي الاهلي وبعثة النادي الاهلي تعود بكأس البطولة باذن الله طيب فاروق يعني بصبح عليك طبعا مرة تانية وانا عايزة اروح معاك ليه حتة الجماهير يعني انا عايزة تنقلنا المشهد احنا بنتكلم اننا عايزين نحشد على قد ما نقدر الجماهير يعني عايزة اقولك هنا احنا اصلا على المستوى الشخصي انا وكريم ناس كتير جدا بتقابلنا وبتقابل اي حد ليه علاقة بين نادي الاهلي وقناة الاهلي عايزين نسافر عايزين نسافر كم ناس غير عادي يشوف على السوشيال ميديا وغيره ولسه كنا بنقول ناس ممكن يعني تشيل من البنود الاساسية في بيتها عشان تقدر ان هي توفر الفلوس وتسافر فانقلنا المشهد هناك قد ايه فيه تقريبا نسبة يعني مصريين موجودين او حتى من مشاجعين النادي الاهلي احنا عارفين المشاجعين النادي الاهلي مش بس من المصريين عايزين نتطمن منك من هذه النقطة والنقطة التانية طمننا كمان على الاستعدادات انت قلتلي على حتة النفسية بس انا عايزة اعرف مش بس نفسية عايزة اعرف الاستعدادات كلاعب للنادي الاهلي والمباراة خلاص اللي بقى ان شاء الله بكرة والبطولة اللي كلنا بننتظرها منهم فيعني الروح دي موجودة ان الهالي انا وكريم يا فاروق منك لو سمحتك تفضل يعني خلينا اقولك انا اواندف للأمر الخاص بالجمهور هنتكلم في شقين الشق الخاص بجمهور الوداد واكدلك خلاص ان تذاكر المباراة نفذت بالكامل يعني كان من المقرر ان يتم من اليوم طرح مجموعة من التذاكر ولكن نفذت بالكامل بالامس كل التذاكر للمباراة نفذت بالكامل ومن الامور المهمة برضو اللي بنرصودها من خلال قناة النادي الاهلي وبيرصودها هنا الاعلام المغربي ان التذاكر وصلت في السوق السوداء يعني هنا تحدد طبعا فئتين للتذاكر 50 درهم و100 درهم 50 درهم ما يعادل 100 جنيه مصري و100 درهم ما يعادل 200 جنيه مصري دي الفئات اللي حددها الاتحاد طبعا لتذاكر المباراة عايز اقولك انا هواند ان تذكارة الفئة الخمسين درهم وصلت في السوق السوداء من 500 درهم ل 1500 درهم وتذكارة الميت درهم او الفئة الاولى وصلت من 2000 درهم ل3000 درهم طبعا ده يعني اندل بيدل على الخلل اللي تم من خلاله طبعا طرح التذاكر وتوزيع التذاكر الناد الاهلي ودوره يعني يعني عايزين نشكر مجلس ادارة الناد الاهلي والناد الاهلي على الدور الكبير جدا اللي عمله ان الناد الاهلي تكفل تماما بكفة تكاليف تذاكر المباراة الناد الاهلي اشترى التذاكر بالكامل وبيتم إعطاء هذه التذاكر للجمهير المصرية وجمهير النادي الأهلي مجانا طبعا النادي الأهلي كان خصص أحد الأماكن بالأمس لتوزيع التذاكر بموجب الجواز الصفر المصري وأيضا طول اليوم بجوار المقر إقامة فريق النادي الأهلي تم تخصيص مكان آخر أيضا على المصريين الراغبين في الحضور إلى المباراة الحضور إلى هذا المكان بموجب جواز الصفر بيحصل على تذكرة المباراة مجهود كبير جدا بيقوم بيه مجلس إدارة النادي الأهلي أنا واندي بقيادة الكابتن محمود الخطيب علي الوزير العمري فاروق مهندس خالد مرتاجي الدكتور محمد شوي الأستاذ الطارق أنديل الكابتن حسام غالي وستنايب محمد الجرحي ما فيش أي مجهود بيضخر لتأمين كافة الأمور سواء الخاصة ببعثة النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي كل الجماهير يا نهواندي بنقابلهم جماهير جاية من أسبانيا جاية من فرنسا جاية من أمريكا جاية من النرويج في جماهير جاية من الكويت من السعودية من الإمارات من قطر الجميع يتوافد إن شاء الله لمسندة ومؤذرة النادي الأهلي بالنسبة لحالة الفريق يا نهواندي اللي احنا لمسينه طبعا احنا كان عندنا مجموعة من الغيابات خلال الفترة الماضية للإصابات سواء السولية سواء الديانجة حمد فتحي ياسر إبراهيم أيمن أشرف بطمنك على حالة اللعبين كل اللعبين جاذين لهذه المباراة اللعبة بتضع مستر بيتسو موسماني في حيرة من أمره لاختيار 11 لعب في التشكيل الأساسي كل اللعبين بتقدب صورة أكثر من راعة مستر بيتسو موسماني بيشتغل على كل الأمور في هذه الفترة كل اللعبة بتحاول تقدم مش تقدم 100% كل اللعب بيحاول يقدم 150% و200% من أجل زي ما قالوا مستر بيتسو موسماني واللعبة عن ده طموح مهم جدا اللعبة عن ده طموح أنها تروح بكاس العالم للمرة الثالثة اللعبة عن ده طموح أنها تحفظ على رقم قياسي رقم قياسي لم يحقق في القرى السمراء بالحفاظ على البطولة العامة الثالث على التوالي مستر بيتسو موسماني في كلامه معهم قال لهم أنتوا أمام مجد شخصي لكم والجمهوركم والناديكم تمسكوا بالأمل أنتوا الفريق الأفضل عندكم الشخصيات اللي يكون حضرة في أرض الملعب. كلامه طبعا في موقع الكاف ومسؤول الكاف. تكلم على النادي الأهلي وقوة فريق الوداد وأشاد بفريق الوداد. كابتن سيد أيضا أتكلم على فريق الوداد وقال فريق من الفرق القوية. مباراة 50-50. لكن إن شاء الله رهننا بإذن الله نواند على شخصية لعبة النادي الأهلي يكون حضرة. وتوفير ربنا سبحانه وتعالى. يا رب يا الله كريم يا رب. إن شاء الله خير. نشكرها. جزيل الشكر. زمن العزيز فاروق صراحة على دي التغطية الكافية والوافية كالعادة. يعني الحقيقة قال لنا على كتير من التفاصيل. وطبعا زي ما اسمعنا كده من زمننا فاروق. يعني لقطات لطيفة جدا. ولفتات طيبة جدا. سواء من الكابتن محمود الخطيب بصفة شخصية. أو بصفة رئيس للبعثة. طبعا بعتة النادي الأهلي. أو رئيس طبعا لمجلس دارة النادي. الحقيقة النادي الأهلي بيهتم جدا بيه جماهيره. زي ما جماهيره بتتفان كالعادة في تشجيع العيبة النادي الأهلي. أيا كان الظروف والملابسات. أيا كان حيلاعب مين. أيا كان في أي استاد. أيا كان في أي دولة. أي بطولة حتى احنا بنتكلم على ناس. كان بيمثلهم المشجع الأهلاوي. اللي كان منفردا موجود لوحده. في مدرجات الاستاد أثناء واحدة من تدريباته. زي ما عرفنا من فاروق. أنه قادم من إحدى الدول الأوروبية. حاجة عظيمة جدا. هي دي جماهير النادي الأهلي. وبجد يعني ربنا يدمهم نعمة للنادي الأهلي. حلو جدا وكويس إن كمان زي مننا العزيزة. هو المتقلق بصراحة فاروق. يعني من جملائنا المتقلقين بجد. الحق يقال. نوطن مننا على هنا بتتكلم الاستعداد الكلي بقى. ما بنكلمش عن نفسي والفني والبدني والذهني. يعني الاستعداد الكلي. ده اللي أنا كنت بسأل فيه من قبل كل لاعب عندنا في الفريق. الفريق بتاعنا أخباره. إنت داخل على حاجة زي ما تقال كده. يعني مش هقول هدية. هي حاجة كل الناس اللي بتشجع نادي الأهلي في كل مكان في العالم منتظرها. فنتمنها طبعا على فكرة. هي مسؤولية كبيرة. هي مسؤولية كبيرة. بتتكلم في المرة الثالثة على التوالي. ده حاجة هتكتب في التاريخ. هاتلي بقى ده. مقارنة بأي نادي تاني. يعني احنا بحب لغة الأرقام. لما تيجي تقول أنا الأفضل. أنا بقول أنا الأفضل ونان عن بايزك أو بناء عن واقع أو بناء عن. ازاي بتقال كده. التاريخ بيكتب. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. عايزين نصنع التاريخ بجيل يقدر ان هو يعمل ده. وعمله قبل كده سنتين وراء بعد. فنتمنى وعلى فكرة. ده حتبقى حلوة لدينا احنا. يا مسؤولة. ثالث مرة مع النادي. هنبقى هاتريك. بقى. خلي بالك والله ده حيبقى وشينا حلو جدا. يا رب والله